السلام عليكم إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وفيديونا هاليوم يجاكم كامل هنين ومتنين نصليوا على الحبيب المصطفى عليها أفضل صلوات وسلام اليوم جيتكم بروتين من الطير الزرافين كما تحبوه وكما أحب قلبكم لا يوجد نهارتع برد وتعثير الجنوم المون نهارتع تبربير بصحانة جنيه النشاط وفيد بوعدي ويجيتكم بهذا الروتين الذي طلبته وكنت تحوسوا عليه كما رأيكم تشوفوا اليوم أصباح كنت نط صباح بكرت كما قدتكم نهارتع تبربيرا ويخيس على الساعة نحن نتعوجه نهار اللي نريد أن نرتاحه فيه هذا النهار يعني اللي يكون زعمات عراحة تبربير تظهرنا الخدمة ويجينا النشاط وكي يجيك النشاط انسايا مادام بلاس تكون ساعة تبربيرا ونوض يشمر على ذريعتك ونحيلك هذا كتفنين وهذا كالخمول المهم كما قلت لكم نط صباح نط قبل الوليداتي حبيت نديرها كمسكوتا مسكوتا على السريع أنا نسكوتا ديما نديرها هكا بيد يعني قليل ونمشي الباطر حكما قلت زوج بيضات قلت نص كاسا على السكر رشاة على المنح ضربتهم مليح بالفويد بيدي بركي ما راكم تشوفوا ومبعدها زيت لها نص كاسا على الزيت وزيت لها كاسا غربوا على الحليب والفارينة نلوحيني ميزاني ما كذا بش عليكم باكي تاع خميرة تلقاتوا ورحتوا مع الأخر ترفعوا وتننسى الخميرة تلقاتوا وذي كنها دلتها لهم بلا خميرة ما شو نقولكم بصم لغرجة مليحة وعجبتهم المهم باكي تاع خميرة هذه هي خلط كلش ولوحتها الطيب حطيتها في بلاتو باش لخطر ما كذبش عليكم نقولكم نص بكري بكري ما نص بكري ما كانش الوقت هكا وقت قياسي وخلاص مالاخر ايا درتها في هذا البلاتو باش تزرب الطيب من جي هز وش داعي راح يوجد معايا راح يصل القهوة وكلش المهم هنا كانت وجدت كما قلت لكم درتها هكا في البلاتو هذا باش مجيش عالية كما في المول وتدي معايا وقت ما خرجتو هي هكا كسخونة حكمت حطيت عليها المعجون كي ما شتو المعجون ما خففتو موالو هكا كي يعني ما سخنة ضقيت القرحو وتتشربو شوية هذيك المسكوتا ورشيت عليها الجوز على الوجه كي ما راكم تشوفو جي خفيفة خفيفة قد ما نقولكم خفيفة ما تتصوروش ما لقيني ندرتها غرب يدي كي ما شتو بصحة جي هكا تريدو حدها مولاي السلطان جي هكا اللي بنا تعرفو تهبل تهبل سيئ لية وستكسلотيEmTLINE شيل المهم وجهتها كيمانا كما تكترون و منها نصرفو بها و منها نبي لهم في اللوم California Everyday الوقت تبقى لي القهوة العشية ثلاثة في واحد شوفوا منكسر راسي ما نكذب عليكم أنا هذا النهار ديجا أراني طلعت و هبط بزيف شرح ندير وهو ساعات منتعبو في مخاخنا كثر من أجسادنا والله ساعات الوحد يلقى روح وتعب في مخو كثر من جسمه وهكا الفطور تعيره هو جدرب يدومها نعمالينا و عليكم و يحفظها من الزوال و يدوموا نشاط علينا و عليكم و يحفظوا من الزوال الثاني و النشاطة و ليس مكاين شوفوا هنا هكا نشاطي معكم فيديو و كل شي تقولوا ربي بارك هذا و رغم ما يقدوش خلاص بس صدقوني يا لبنات ديجا نشاطي معكم في الفيديو ورجع المنحكي لكم و أعلمه احنا قلنا النشاط والحيوية تحفيز لها السلبية كثرة الشكوات ما يشمل حاوانا ما كذب شاري كومان شتيش الناس اللي تشكب زاف صح منشكي و هكا ديفوه نغلبوه نكرهو نكرهو نقنطو هكا سبحان الله هكا بعدها و احد البريود هكا الواحد يجيه الهبال اها يوم بعدها الواحد يستهدي بررحمن و يتحزم و كما راكم تشوفوا هنا هذي الأجواء ربي بارك هنا راهيبات الأمطار مليون و نصباح كانت غير النواوين بعدها تصب الثلج مع النوم كما راكم تشوفوا الدنيا مغيمة وحد البرد ما عندي ما نحكي لكم نهار تعيش تعمل حجوبات حاجة لي تدفي الكرش اها ينا طلبوا عن عندي حاجة اخرى خلاص انا عندي في الدار هاي قلت نروح سعى نوجد الابات فيتي وش ندير اللبنات انا راح نعطيكم هكا الوصفة هكا نحكي لكم عليها و هكا تشوفوا بس حبي ايدني الله تعالى هنعاود نحطها لكم وصفة مفصلة وحدها منفصلة للروتين هكا باش اللي تحتاجها و تبغيها تروح ديراكت الفيديو بلا ما تبقى الدور و الدردر في وصل الروتينات جيكم ساهلة مهلا نحكي مندير خمسمائة قرام بتاع الفارينا مغرف صغيرة تاع الملح مغارف خل وربع مغارف تاع الزيت والماء البارد الماء البارد عندي كاس وربع و قادرة يكون كاس وشوية ولا كاس بركي راهوا على حسب النوعية تاع الفارينا نبسس قبل العجينة ندخل في هذك الملح والزيت و بعدها نلوح شوية تاع الماء واللوح اليها الخل الخل وش الدور تاعه لبناتك ما عندكش متكسريش راسك الدور تاعه هو انه يكشغل حافظ صورته رانا في البريود اللي نحب و نوجده هذا الشي صورته الأخوات العاملات أخوات المرضيعات شوفوا كل واحد كل واحدة و عندها اسبابها الخاصة تقولك أنا نبغي نحتفظ بها في المجمد راهي تعيش معك في المجمد من ثلث شهر حتى لست شهر هذا هي المهم بعدها نعجنها من الليح باش توليلي شوية ملساء و علش نعجنها لبنات باش ما تقعد فيها حتى تكتلات يعني نظما انه المكونات كل دخلت في بعضها جنس مع بعضها و في نفس الوقت ما تبقى ليش هذو كل هذو كل كعابر تعيز زيت والفرينة والزيت هاكم على بالكم و نحطها في الفريجيدار تربوزي 10 دقائق 4 ساعة و 500 ما كذبش عليكم انا نحن نحطها في الفريجيدار و نروح نوجد بات واحد اخرى اللي هي بات تاع المينيكيش حتى هما راح نوجدهم ان شاء الله لحيانة ربي و نحطهم بس هنحطهم في الفريجيدار انا ما نحطهم في الكنجيلاتور لكن انتم ما تقدروا تديروها ثاني في الكنجيلاتور ولا تديروها كمشروع على شلالة كيف كيف حتى هي راح نحطها لكم ان شاء الله وصفة مفصلة باذني لها انا مدارة جاهدي معاكم اللي انو باش نحل القناة واحد اخرى غلوبت ما نكذبش عليكم و غلوبتها لها و ما عنديش الوقت لها مام اذا حليتها انا ما نشرح نكون حاضرة فيها معاكم ما لن نرجع كما كنت تبكرين حطلكم وصفة وروتين و وصفة وروتين وخلاص اللي حبت تشوف الروتين تشوف اللي حبت تشوفها منفصلة تشوفها يعني عشاق الروتيناتين عندهم وروتيناتهم وعشاق الوصفات كيف كيف اللي تبغي حاجات تلقاها بالنسبة لباتع الكيش عندك انا يدرش كونتيتي صغير ورابرك لانه انا يلحويج هذا و ما كذبش عليكم انا ما نكثرش يعني في رمضانيا بعد ما نكثرش صح تشوفوني هكا نوع فلا طابل بالصح ما نكثرش يعني من بالذرش ما نزيتش ما نزيتش عليها مثلا هكا ندير شربة ولا ندير سوب ندير دوزيام بلا وندير قيس ولداتي دي شاكي تاكلي شوية شربة تاكلي من دوزيام بلاوم بعد هذا هكا ميني كيش ولا مو ملحة وحتخرين خلاص ربي ورحمته ونتبقى نقيس بعد الفطر الواحدة هكذا ما يأكل هكا شغولي السحر بيها وربي ورحمته وبش نديرك نميتين الف بلافي طابلة ما نقدرش ما عنديش الوقت جاهدي جاهدي وصحتي ما نشرح نضيحهم غير على الماكلة وفي نفس الوقت اخي قولك العين تاكون قبل الفم انا نبغيك نحط لهم طابلة يشوفوا هكا يفرحوا في نفس الوقت ما نفزتش وحتى اذا قعدت لي الماكلة غدوة من ذاك نحاول يعني نبدع فيها نديرها اي حاجة عبط خرام يعني الحمدول لها متتبيات يعني من سنوات عام يعرفوا طاولة امريسلان الرمضانية كيفاش تكون ونطيب اللوبيا ونطيب السباكيتي عادي جدا المهم بالنسبة اللابات عندك دايما كيما اللابات صاب لي دايما الكمية تاع الزبدة تكون نصف الكمية تاع الفارينة ونلموها بالعظام وقاطرات بركة علما هذا ما كان ونخليوها تروبوزي قدما روبوزات قدما تجي كمليها عاودت ترجعة اللابات في ايتي تاعي كيف كيف قاعدة نفس الشي حتى هي كمية المارغارين ولا زبدة التوريق التوريق من الزبدة العادية تكون نصف كمية الفارينة اللي استعملناها ودائما إذا درنا كيلو تاع فارينة راح تخرج النازوش كيلو تعالى بات فيتي إذا درنا ارتل تاع الفارينة ونصف الكمية تحت تاع المارغارين راح تعطينا كيلو تعالى بات فيتي دائما راح نتحصل على الضعف يعني راح تخرجي كونتيتي خير ربي ما شاء الله ونحكي مرة بيها ونبدل بيها كيما شدتو طريقة جامي شاركت معكم الطريقة هذي لكن طريقة بزب بزب سهلة وبزب ناجحة صورتو الأخوات اللي عندهم مشكل في الطيات تقولك ان ندوخ بين تور دوبلي و تور سامبل وان هذوك الحكايات يدوخوني هذي هي اللي راح تساعدك نحل لابات تعينا دائما نحل لابات على شكل مستطيل مش تجيني خدمتي متقونا نضيفة وما تعبنيش وبعد نجيب نفس الشي انا الرابي المارغارين ما نحبش نحلها مستطيل ولا الرابي هاكي ما راكم تشوفو على وجه داع العاجين عاجين ما يكون شرقيق ما يكون شخشين وندير هذا الطريقة نحكم الجواني بنضورها مشوية ودايما العجين فوق المارغارين ماشي العجين فوق العجين لا درتي العجين فوق العجين ما درناولو ولا خليتي المارغارين تخرجت ما درناولو دي الفرد ثاني الوحدة تتعب معها باتو تخرجها باتو عليها الكلام تخرجها ناجحة مليار بالمياه بعدها تروح تطيبها راح كل شي في كل سيت نهار كي تروح نهار اللي تروح تطيبها فيها ولا بعد ما تخدمها وتبدأ تطيب فيها ثم اللي تهلكها وكأنه ما در توالو راح نشارك معاكم راح نعطيكم الاسرار اللي تخليكم لاباتو تتعكم لاباتو تتعكم ناجحة من اللي خدمتها حتى الوين طيبتها المهم كي ما راكم تشوفوا البنات كي نعودو الروليب كي نعودو نحلو فيها عفون الحلال تعنا نروح وبرك ما نروحو شو نجيو به وهذا الهواء اللي يكون داخل نتقبو لاباتو تعنا شو نخرجوا له وبعد نعاود ونقفلوها منيح ونغطيو هذيك المارغارين بتاعنا المهم هذي الحلال الاولى نحلها ومبعدنا نقفل هههه Forget 2 وبيغيتوا ديرو تور دوبلي كي ما حبيتك ديري تور ساموي ورا تور سامبلي ولا تور دوبلي ورا تور دوبلي σوفي هنا يلعبي بلي تور كي ما بغيت ما عندك شو شكل ولا احراج انا حنصارها تور سامسل هذا沒كان شوفوا البنات نقف Ring وامبعد نزيد نقفلها المراه ثانى يسماك شغول على 3 طيات وبعد نزيد ندورها شوفوا اللبناء سيشتوكي تبدو تطوي فيها ديما 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 الفتحة هذيك تكون انفاس لك هكا ما الدوخي ما تغلطي مستحيل الدوخي مستحيل تغلطي شفتي روحك الدوخي تغلطي حطي قدامك ورقة وستيلو وشوفي كي نعود نحل فيها بشي جيني مستطيل شوفوا اللبناء تكي وشوفوك فهندين حطي يدي هكا نضغطها الحاشية على الحلال ولا القناط رح تولي لي مستطيل سهلا ما الله حليتها المرة اللولا طويتها على ثلاثة وذرك نحلها المرة الثانية ونزيد نطويها يعلى ثلاثة يعلى زوج كي ما بغيته كي ما قلتلكم وخلاص هذي هي لاباتها يواجده معنا فيها مرحلتين فقط روليها حليها طبقيها على ثلاثة زيدي حليها ومبعد طبقيها على ثلاثة قسمها وطيبها بالصحة ولا هنا ولا كونزليها هذا ما كان اسهل من هذي لابات ما كيش راح تلقى بالنسبة للوصفة لي كنت حطتها في عالم أم أحمد وراكم دارين عليها ريشارش كبير وراكم دارين عليها طالب كبير حتى هي عراني خدمتها لانه قسمت لابات على زوج انا درس كيلو تاع فالي ناصب ما خدمت زوج كيلو تاع بات فيتي حكمت درت هذي الطريقة وصورتها لكم فيديو وحده ودرت لكم الطريقة ثانية الاخرى تاع الطيات يعني لي تخاف هذي الطريقة ولا ما تساعدهاش ولا ما عجبتهاش ولا ما قنعتهاش هنحط لكم تاع تول دو بلي تول تعطل هنا يراني خدمتها لبنات كوكا طومات عادي فارسيتها بشكشوكا تاع طماطم وبصلة قليتهم عادي شكشوكا عادي وبدأ زيت لها تون طومات وغطيتها لاني مجدالة صوستو ما طيبتها ماشيبت الاخرى راح ندلهم بيدا ان شاء الله هالغدا بروفيتيت قلت ان ندلهم كوكا شوفوا اللبنات تبا هنطيبوها نحلوها شوية بركي انا مدهنتهاش بلت ما ندهنها ما ولو بالنسبة للرف شوفوا وين طلعته وطلعته الفوق خلاص وراني مسخن الفور من قبل تسخن دو كيمي ما يلزم الخاطر وانا عندي الفور تاعي فانتيلي هاني مش مشيتها الفانتيلاتير اذي كي تمشي ما باش توزعلي الحرارة مليح خين نشوفوها بدات تتورق يعني على اعلى درجة الحرارة نحطوها نشوفوها بدات تتورق شوفو هنا يا راحي بدات تتورق معاي شوفوا التوريق بدات تتورق ما هيش تتورق ما مشيت تورق ما زيت راهي تتورق راهي في مرحلة التوريق نقص النار خلاص ونخليها الفوق ونخليها طيب في غرضها وشي هو كي تبدأ تتورق نزيد ونحلوها نزيد ونقصوا هذو كل الحبات تتونا مليح باش نمدوا لهم الطوع يتورقوا فراحتهم وينجحوا معنا ونبعدا نقصوا النار كي ما قلت لكم ونخليهم يطيبوا في غرضهم حتى يطيبوا نمليح باش تطيب النابات تتعنا للقلب ماشي من بره تتورق وطيبوا من داخل تبقى النانية كون ما تتبعوش هاذا طريقة تعطاه تعلاجي المورقة اكي كلي مدرتي وعلا رجعت اللابات علي كيشتاعي بعد ما ربوزات كي ما راكم تشوفوا جبت الليمون اللي عندي راح ننوع مانيش راح نكثر راكم تشوفوا يعني مخرش هكا ثمانية ستة هذا ما كان اللي في البلاطول الكبير هذوك راح ننشفهم برك ما شي قال نطيبهم طيبهم النص طياب ونخبيهم و هذوك الصغيرين راح نطيبهم باش من بعدا نديلهم مستعد سادي بونش راح نسمى بعدا نديلهم حشوة واجدة طيبة ماشي حاجة نية في نية راح نديلهم للكونجيلاتور ونبعدا نطيبهم وانا غاد سامع الخدمة وكتمون سامعة ساحدة من نولار بريحفظها قلت لي اجري طولي السلطة لأم دائر حالة ايا راح طليت وش نقول لكم وحيد لمنظر يارد الروح يارد الروح يارد الروح بيبارك مستعد سادي مستعد سادي افترس مستعد سادي افترق مستعد افترق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونرقدها نكمل خدمتي مع أني كما قلت لكم اليوم أنا مت وننسى مع صاحبتي من الأولى وشوفوا سبحان الله كي تعدوا تهضروه هكا مع أي إنسان هكا تتونسوا معه تعدوا تخدموا تلقائيا شوفوا كاينة اللي تقولك أنا ما نعرفش نخدم ونهضر في التليفون طال وكاينة اللي تقولك ها بالعكس أنا كون ما نهضرش في التليفون ما نخدمش خدمتي هايا هنديروا هذي ومانديروش هذيك خصة هذيك نزيدو هكا الولاد مرزعو لهم ما نحزوش خلاص بالوقت نديرو تخطيطات حتى المية سناء شوفوا شي ما ناشا عيشينو ما ناشا رح نعيشو كل نديرو له تخطيط ما هكا المهم هنخططو وكاينة حاجة ثالي لبنات شوفي الحبد اللي يتهضري معاه صحي ينحي لك ذقت الخاطر بصحي يزيد فيك حاجة مليحة مشيت هذي تليفون شتي فلانة شتي علانة شتي هذيك بتاع تدي وتجيبي وتنقصي ذنوب الناس فوتك هذك هذيك لابل فوتك منها وكوني عاية لإنسان من هذك لو جرمت هذيش خلاص بصحي تعني حندير هكا وش ديرينتي يا تحكيوا كما يقولوا أهدف طموحات تربيت ولداتكم تربي نفسك هذي صح كما يقولوك الصحبة اللي تمشيك في طريقتها صح هي صحبيها صحبة ذيك تعفلانة وعلانة والحقد والحجد والبغض هذيك تزيد على روحك فرات هذا ما كان تزيدوا على رواحكم وتنقصوا على الناس وش حال هاي لك يكونوا عبادها كي ينقصوا عليك فاللهما النقص على روحي تعب النقص على روحي خدمة ولا النقص الروحي حسنات ونمدهم للناس ما تستهلوهم شما هكي ما راكم تشوفوا الفيزة على النسارة هي وعجدة الصغر الفيزة كما قلت لكم بديت بها هي اللولا هكا بش نغديها تشبع تفوت تتغدى تشبع خلاص وقت القيلة التاحة ما نقذبش عليكم أنا أولادي القيلة لازم ما في وقت القرية ما نقيلهمش ما نضيعش عليهم الوقت في نفس الوقت ما نضيعش عليهم الرقاة التعليل مي هكا كي يكون ويكايند ولا يكون نهار ما يقرأوش فيه يقرأوها كان نص النهار برك نعطيهم هذيك الغمضات عن نص ساعة هذيك ساعة غيربع من فوتهاش مي رونق ما كي يكونوا في عمر خوتهم مي رونق لازم يقيله ضروري القيلة هذيك لازم وفي الليل كيف كيف رقدهم بكريم ما خليهم شي يصحروا بثاف شي هذا مليح ليهم مليح الجسم متاح ومليح للعقل بتاحهم المهم هنا كانت السنة بش تستقبل البيتزا تحاوهي عيشقها وغرامها الزيتون تشوف الزيتون ما تصبرش عليه وهاكا كان أحمد كي كان صغير بس حظوكا قاعد ما عنده حاجة فيه المهم حطت لها غديتها سبقت فيها هي اللولا ومبعدها خلاص أنا وليت ساي ما شتول برد سبحان الله يجوع من عند ربي ما تكوني من هذك النوع اللي ما يجوع ما عنده حاجة في الماكلة بس هنهار البرد نهار الثلج نهار النواوي هذوق ما كانش كيفاش ما تجوعيش مستحيل المهم قاعد تغديت ما صبرتش ما حبيت أنا لازم ناكلون سيق صنعة وميش مليحة طال المهم ما قدرتش نصبر تغديت وكانت وجدت الكاكي ما راكم شوفوا شوفوا ما شاء الله هالتوريق أنا قولكم ما دهنتها ما والو في الوجه ما دهنتهاش البنات تفكرت حاجة كيش تهم حمرات تفكرت باللي أو فيها السكر فيها مغرفة صغيرة تع سكر وكما راكم شوفوا فيها فرطة سنسيت نحط لها زيت اونا يا وليت حطيت لها كحبيبات شوفوا لبنات تعمت اني نخليلكم هذا الصوت على القرمشة ومحبيتش نحي خلاص الصوت هكا باش تشوفوا كيفاش جات مورقة وكيفاش تجي مقرمش من براوطرية من الداخل هنا المهم اللي نجي نحي النعط هالكم ينحيوها ما يصبروش عليها خلاص يموتوا عليها نهار نديلهم كوكا يموتوا بالفرحة وشوفوا وما تخلعكم شرابات فيتي طول كما قولكم أنا خليت لكم الصوت باش تسمعو مليح مليح يعني إذا درتيها وما جاتكش مقرمش هكا وما جاتكش مورقة مام كي قسمتيها وشوفتي التوريق أعرف يبلي الغلطة في الطياب التاح يعني بزاف اللي صرات لهم هكا ومنهم مطربصة عندي والمشكل إنه البنات كاي لي ما يفرقش بين العجين يعني العجين المورق العادي واللي فيه الخميرة هكا كوكا ميلفا الحاجة اللي يأتي مورقة وطرية لازم تكون فيها الخميرة كي نحتال يدروا فيها المحسن هنا بعدما طيبت اليمينيكي هذا طيبتهم حمرتهم كما قلت لكم لأنه راح ندلهم حشوة طائبة ماشي حشوانية والباقي كما راكم تشوفوا غير نشفتهم هذا مكان نديمو لهم ونحطهم في بوات ونخبيهم من تحته في الفريجيدال سماء الحال برد نقدر حتى نحطهم في بلاسة هكا في ليمون عادي جدا لأنه الحال برد بس إذا كان الحال سخون ما ننصحكم ونحطهم ونحطهم برد خاطرهم لها ليه يصوفوا لكم هرنا مطيبين هم نصطيب يعني مخضارة منيين حطهم في الفريجيدال تحت بالصح مدة الحفظة تحتهم ما تفوتش خمسة عشرين يوم عشرين يوم خمسة عشرين يوم بزاف ماشي عشرين يوم خمسة عشرين يوم وراهي بزاف خاطر كما قلت لكم يبدو يصوفوا معاكم إذا حبيت تخبيهم مدة أطوض حطهم الفوقة في الكونجيلاتر يقعدوا لك حتى الست شهر كي هما كيلابات في عيتي وشيوا دائما نشوفوا تاريخ نهاية صادحية الزبدة لنخدموا بها سواء المارغارين عادي ولا طاعة التوريق هنا الولاد قلت غير طلعينا مامان نشوفوا طرح الثلج ونلعبوا بعهم عنه مفررش بزاف كما شتوا صبم عنه بس ما راح يقول لي جليد هذا مكان قلت ولا غير نطلحهم ننحي لهم الصخفة لبس لهم قشهم القديم سبابطهم القدم قلت لهم اروحوا وطلعوا نحي والصخفة وبعدها نهبطوا وانا أولادي الله يبارك صرتو ريسلان يشمش في يهوى بارد خلاصي مرض قلت نحي والصخفة بارك ونهبطهم نحي نصخفة بكل حتى نايا معهم روناخ كانت أول مرة في حياتها تشوف الثلج لانو العمنيفات ما صبش تبالي العمنيفات سبونك وطفدار الأولاد سيكون معا خالهم داهم أخويا داهم لعبوا مياه نايا ورونك مخرجناش هذه هي بدلت شفية جوانا ولداتي لعبوا شوية طاحوا بزاف ويتقاتروا هيا ولد ويجيبت الفروتوار لميت هذا الجليد كل نحيته بشيها بطولة خطر لو كان ما لموش ما هم هابطين ما هم مستسلمين ومبعدها يمرضون بصي بهم ما شي كما الجليد كما الثلج راحوا فرق بين الجليد هكا والماء وبين الثلج الثلجة ويكون دافي ما يذرش بصح الجليد هكا يمرضوا فرعتا المهم كما راكم تشوفوا راهم يزالقوا وش نقولكم وهنا هنكنو وصلنا نهاية الفيديو تعناها اليوم اني طولت هلكم شوية تلبية اللي طلبكم ها امريسان طولين الفيديو ها امريسان طولين الفيديو هاني طولتو ها راسي راح يطرتك من تشجال تعو الخاطر عيومكم دعوة خير برك جام وبرتاج اوووووووووووووووو ايمن شمالو أنا بنقلكم ب наш Blues عندي مهم اذا عجبكم الفيديو اجبكم الوصافات لك هل بلي جامجوا متزينين كما بتعليقات راقية كما رواحكم الطيبة مابقى لي غيري ان قلكم في رواحكم البلتقه في وصفات و في روتينات جاية او جديدة ان شاء الله هاني حضرة معدكم الله غالب اذا قد تم تعرفها بلي أمريكات اذا قد تم أتعبها وم لا يا PEA أي مريضة هذا ماكان ما بقاليغي نقولكم اطهر الله في رواحكم نتلاقوا في فيديوهات في امان الله